وقت ما حضرتك اتجندت في قوات المسلحة المصرية وحكيت لي الحدوتة وانه كان بدأ اول يوم تجنيد كان يوم 6 اكتوبر 73 اه تعرف كل خارجين الجامعة لازم يسلموا نفسه يعني ايه شهر 9 وشهر 10 فاحنا انا بقى وصحابي بقى كل الخارجين بقى يلا يا ابني نروح نسلم بكرة لا استنى يا عم شوية لا استنى استنى نشلنا علي يوم 6 اكتوبر حلو كده بي لك طبعا خلاص اه حنسلم نفسينا احنا زيني روح ازوى برضو يعني انا مع بعض في الجامعة 4 سنين وبتاع فسلم نفسينا 6 اكتوبر روحنا طبعا الساعة 6 الصبح ادارة التجنيد والاجراءات بقى وباللبس الملكي جات لحد الساعة اثنين واحنا قاعدين بقى منتظرين بقيت الاجراءات الميكروفونات اشتغلت ان البيان الاول قامت قواتنا المسلحة بعبور قناة السويس طبعا لحظة دي لن انسيها في حياتي اعرف مصر جابت جول في نهاية كاس عالم الفرحة اللي كنا فيها ان الام وكلنا في ناس كتير مش عارفة بعض من جميع المحافظات بقى وشباب كله خريجين جامعة بنحضن بعض فرحانين ان الحرب قامت وحنسترد حقنا لحظة لن انساها كأنها مبارحة شو بقى لها قد ايه؟ كأنها مبارحة وجم بقى طبعا بيشوفوا معنوياتنا شكلها ايه؟ جي حد من القيادة اللي موجودين في قدارة التجنيد يا شباب الحرب قامت تمام يا فاندم ايه رأيكم؟ تروح تحاربوا دلوقتي تروح عجبها بالاجماع قلنا اه نروح هما بيشوفوا احنا معنوياتنا شكلها ايه؟ خايفين مبسوطين فبنقولها بمنتهى الثقة واحنا لابسين لبس ملكي يعني احنا رايحين بنعمل الاجراءات وهروح بيوتنا نبات طبعا لحظة لن انساها في حياتي لحظة فعلا فخر ان احنا اللحظة دي مستنينها بقى لنا سنين طويلة قوي طبعا دي عملت مأساة في البيوت في البيت طبعا كان في رمضان عشر رمضان طبعا عشر رمضان اه تحطت الاكل على الفطار زي ما عرفت ابويا وامي الله ارحمة وامو اخواتي يعني ايه مكلوش يعني ايه بيدمعوا شعور انساني طبيعي اه يعني هما متصورين يعيني ان احنا خلاص الحرب قامت وانا راحت الجيش النهاردة يبقى انا رايح احارب حاجة كده يعني لا 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 لحظة وكانت خدمة حضرتك فين بقى انا كنت اه في جناح الصواريخ اوبا اه اه وتعينت فعلا موجه الصواريخ خدنا تدريبات سريعة جدا و اه اه اكتزت الدورة دي بنجاح كنا حوالي ربعمية واحد ثلاثة من احسن اربع رماة رماة صواريخ في المجموعة اللي دخلت الجناح الصواريخ ساعتها وبالتالي ودوني على الجرحة فورا يعني في خلال اقل من شهر انا كنت تعجبها بس كان الحرب توقفت طبعا في مرحلة اللي هي في اطلاق النار دي بس كنت على الجبهة طول الوقت في العين السخرى كنت شايفهم قدامي الاخوة البعدة يعني